السلام عليكم قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت تعزيه في وفاة والدة الملك محمد السادس صاحبة السمو الملاكي الأميرة للالطيفة وجاء في نص التعزية التي نشرتها الرئاسة الجزائرية تلقيت بأسانباء عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها وكان لهذا الخبر المحزني الذي ألم بكم وبالأسرة الملكية بالغ الأثري فباسم الخاص وباسم الشعب الجزائري أتوجه بأصدق التعازي راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبر وحسن أولئك رفيقا وتابع الرئيس الجزائري أسأل المولى عز وجل أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة إنا لله وإنا إليه راجعون